موسيقى الرئيس السيسي ونظيراه الإيرتري والصومالي واركدون ضرورة الالتزام بالقانون الدولي واحترام السيادة ووحدة أراضي دول المنطقة موسيقى الأمم والمتحدة تحذر من نزوح مئات الألاف من الأشخاص في لبنان بسبب الهجمات الإسرائيلية وتصفه بالكارثي موسيقى وقوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام بلدتي جباليا ومخيمها بقطاع غزة لليوم السادس على التوالي موسيقى السادسة مساءنا الثالثة بتوقيت جرينيتش نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم بدايتنا مع الزميل هشام عبدالتول أهلا بك يا شاب أهلا بك نسري أهلا بكم بدايتنا من زيارة رئيس عبدالفتاح السيسي إلى إيرتريا موسيقى نشاط مكثف قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإيرترية أصمرة حيث عقد رئيس عبدالفتاح السيسي مشاورات مع رئيس الإيرتري اسياس أفورقي ورئيس الصومالي حسن شيخ محمود وأكد رؤساء الدول الثلاث في بيان مشترك على ضرورة الالتزام بالمبادئ وركائز الأساسية للقانون الدولي باعتبارها الأساس الذي لا غنى عنه للاستقرار والتعاون الإقليميين خاصة الاحترام المطلق لسيادة واستقلال ووحدة أراضي بلدان المنطقة والتصدي لتدخلات في أشؤون داخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة أو مبرر وتنصيق الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي وخلق مناخ موات للتنمية المشتركة والمستدامة غادر السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الإيرترية أسمراء في زيارة هامة تلبية لدعوة أخيه رئيس أسياس أفورقي رئيس جمهورية إيرتريا ولدى وصول سيادته العاصمة الإيرترية أسمراء كان في استقبال سيادته الرئيس أسياس أفورقي رئيس جمهورية إيرتريا وعدد من رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية في إيرتريا حيث عزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين وتم استعراض حرس الشرف موسيقى 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 شكرا للمشاهدة 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 بداية مبادرة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة نور جديد نقلة مبادرة الجماهرية شكرا للمشاهدة 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 اختتمت اختتمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اليونسيف تقييم مبادرات برنامج نتشارك في نسخته الثانية بمركز شباب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء وذلك في اطار برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية واستعرض المشاركون في برنامج نتشارك أمام لجنة التقييم 16 مبادرة تم تنفيذها داخل ثمانية مراكز شباب على مستوى المحافظة من جانبه ثمن دكتور أشرف صبحي وزير والشباب والرياضة مشاركة نحو 7500 مشارك من أبناء شمال سيناء في المبادرات الشبابية والتي تعتبر قيمة مضافة حقيقية ونافذة هامة أكثر استدامة وتقدما نحو خلق مبادرات تنموية توعوية تعكس الإيمان بالقدرات الإبداعية للشباب في الجمهورية الجديدة هذا عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول اجتماعا موسعا بمقر الوزارة لاستعراض مستجدات التسويق للفرص الاستثمارية وجذب الاستثمار في مجال الاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز الذي تقوم به بوابة مصر الرقمية لاستكشاف والإنتاج جاء الاجتماع في ضوء رؤية الجديدة لجذب الاستثمار التي تبنتها الوزارة بعد تشكيل الحكومة الحالية على وتنع لمتابعة جهود تطوير دور البوابة وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول أهمية دور بوابة مصر الرقمية لاستكشاف والإنتاج كمحرك ومفتاح رئيسي لجذب الاستثمار إلى قطاع البترول لإطلاق واستغلال موارد مصر البترولية لسد احتياجات البلاد تنفيذاً لتوجيهات رئيس عبدالفتاح السيسي تواصل حياة كريمة تنفيذ المرحلة الجديدة لمبادراتها لتوفير الحوم والدواج بأسعار مخفضة من خلال منافذها الثابتة والشوادر المتنقلة في مختلف المحافظات معضحة أن ذلك يأتي في إطار سعي المؤسسة لتقديم حلول عملية ومستدامة لدعم الفئات المتوسطة والأكثر احتياجاً على جميع منافذ حياة كريمة بأنحاء الجمهورية وسط إشادة كبيرة من جميع المواطنين بجودة أنواع اللحوم والدواجن كما تعمل المبادرة على دعم الانتاج المحلي حيث تسهم في دعم المزارعين المحليين وتشجيعهم على زيادة الانتاج المزيد عن مبادرة مؤسسة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في رسالة الزميل إبراهيم عزة من مدينة بدر مشاهدين الكرام مساء الخير وأهلاً وسهلاً بحضراتكم وازلنا إذن نتابع مع حضراتكم أصداء هذه المبادرة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة لتوفير اللحوم بأسعار تنفسية وأقل بكثير عن الأسعار المتواجدة في الأسواق أو في الخارج بصورة عامة نحن هنا نتحدث إلى حضراتكم من مدينة بدر إحدى المدن الجديدة بعض الشيء بالتأكيد وكانت مؤسسة حياة كريمة حريصة أنها تصل لسكان في هذه المجمعات السكانية والمجتمعات العمرانية الجديدة ضمن هذه المبادرة الكبرى في المحافظات للتسهيل والتيسير على المواطنين في شراء اللحوم بأسعار تنفسية وأقل عن الخارج في هذه المقابلة سنتحدث مع حضراتكم حول تفاصيل أكثر حول مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم ولكن أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة كريمة إبراهيم مسؤول التنظيم وأيضا مسؤول استلام سيارات اللحوم هنا في مدينة بدر مساء الخير يا فاندم أهلا مساء النور أهلا بحضرتك لو اكلمنا بصورة عامة يعني كنا متعودين ننزل مع حضراتكم في عدد كبير من المحافظات في الميادين الرئيسية الأماكن اللي بتشك كثافة سكانية ولكن اليوم جينا للمجتمعات العمرانية الجديدة مدينة بدر لماذا مدينة بدر وحرص حضراتكم كمؤسسة حياة كريمة أنكم توصلوا لهؤلاء تحديدا في المدن الجديدة أولا يعني احنا بنشكر مؤسسة حياة كريمة للخدمات اللي هي بتعملها والخدمات الكتير والمبادرات طبعا احنا بالنسبة هنا كمجتمعات عمرانية مش دايما بيبقى في مبادرات دايما بيبقى في الأسعار هنا بتبقى غالية جدا عن أي مكان تاني الرقابة هنا جشع التجار بيبقى يعني كتير جدا ومجمد جدا عن أي مكان النهاردة الناس مبسوطة جدا من المبادرة احنا بنمبرح وحنا موجودين وكثفنا كمان العربيات النهاردة وده من خلال طبعا طلب الموجودين السكان اللي معنا هما كانوا كلهم مبسوطين بالمبادرة وشايفين الأسعار 50% أقل طبعا من بره فدي حاجة كويسة جدا جدا وبالنسبة المجتمعات الأرض أكتر بشكل أكبر والحمد لنا نجحنا في ده والحمد لله في ناس كتير كان في اقبال كبير جدا والنهاردة يعني زي ما حضرتكم شافتوا احنا ما كانت نص ساعة وكانت العربية خلصت وبيسألوا تاني على عربية تانية ومش بس كده كانوا بس كمان على تواجن وعلى لحوم مفرومة وعلى حاجات كتير جدا سؤال هنا في حالة نفاذ الكميات من قبل المواطنين هل بيكون في خطة من المؤسسة للدفع بلحوم أخرى بعربيات أخرى في هذه المناطق ولا بتتصرفوا زي بسرعة أكيد طبعا وإحنا حاليا منتظرين عربية حاليا جاية في الطريق وفي ناس كتير منتظرة ومستنيين دوت وإحنا إن شاء الله بإذن الله الفترة الجاية هنغطي عدد أكبر من كده بكتير والسكان هنا هتبقى مفتوطة بحاجة زي كده ومجتمعات عمرانية كلها إن شاء الله هيبقى وصل لها كل الدعم من الرئيس إن شاء الله بإذن الله والناس هنا هنحاول نقدم أن نستغل التجار أن نحن نحاول أن نعمل مبادرات هنا أكتر دعي خلينا نسأل حضرتك فيما يخص تفاعل المواطنين مع حضرتكم إزاي بترصد ردود أفعالهم تجاه مبادرة مؤسسة حياة كريمة لتوفير اللحوم هنا في مدينة بدر أنا عايزة أقول حضرتك إن الناس بقت تيجي بقت حتى تتواصل معنا بشكل مباشر جدا بقت تسأل دايما عن العربيات وتسأل عن أي مبادرة هتنزل بقى فيه متابعة كبيرة جدا غير الأول خالص يعني الأول ما كانش فيه حاجة على الأرض ما كانش فيه مبادرات نزلت كتير بالنسبة لهم ما كانش مسموعة قوي بالنسبة للموضوع اللحمة لا بالنسبة لها يبقى فيه فرق 50% عن سعرها برده فرق كبير جدا جدا نحن طبعا بنشكر سيادة الرئيس على المبادرة الجميلة دي ونتمنى أنها تستمر ويبقى فيه مبادرات أكتر بإذن الله للسكان هنا يستفيدوا بيها إن شاء الله كل تحية وتقدير لحضراتكم إن شاء الله خلال الفترة اللي جاي بشكرك فأنا شكرا جزيلا شكرا شكرا لحضراتك متشكرة جدا فصل قصير مشاهدين نعود من بعد الاستكمال باقي هذه النشرة أهلا بكم من جديد وأنا استكمل ومعكم متابعة مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة نتابع مع الزميل زياد قاسم من منطقة حدائق القبة بالقاهرة لليوم الرابع عشر على التوالي تواصل مؤسسة حياة كريمة مجوداتها في هذه المبادرة التي أطلقتها من أجل توفير اللحوم والدواجن بأسعار منخفضة عن مثيلاتها في السوق المصري وفقا لتوجيهات فخامة رئيس عبدالفتاح أسيسي لتخفيف العب عن كاهل المواطن المصري نتواجد الآن داخل شارع مصر والسودان بمنطقة حضائق القبة تحديدا بجوار مدرسة النقراشي حيث نقف داخل الشادر الأول الذي أطلقتهم والستحاء كريمة خلال هذه المبادرة نتحدث عن ثلاثة أنواع من اللحوم النوع الأول وهو اللحم البلدي الطازق الذي يتم ذبحه يوميا وسعر الكيلو هو 310 جنيهات للكيلو الواحد النوع الثاني وهو البلدي المجمد وسعر الكيلو هو 210 جنيهات النوع الثالث وهو المستورد وسعر الكيلو هو 185 جنيه أيضا إذا تحدثنا عن جودة هذه اللحوم فأكدوا المسؤولين هنا داخل مؤسسة حي كريمة هنا بمنطقة حضائق القبة على جودة هذه اللحوم وأن جميع اللحوم المتوفرة بجميع المنافذ المختلفة سواء داخل محافظة القاهرة أو مختلف المحافظات تغضع لرقابة بيطرية دقيقة من أجل التأكب من سلامة هذه اللحوم التي يقوم المواطن المصري بشرائها أيضا إذا تحدثنا القاهرة ذاك المحافظة القاهرة ومختلف المحافظات نتحدث اليوم عن شادر ثابت داخل حي حضائق القبة نتحدث عن أربع نقاط بيع مختلفة داخل محافظة القاهرة بمنطقة السيدة عائشة ومدينة بدر هناك نقطتين بيع مختلفة أيضا نتحدث عن نقطة بيع مختلفة داخل منطقة حي المرج وأيضا هناك نقاط بيع مختلفة بمختلف المحافظات أيضا إذا تحدثنا عن نتحدث عن إقبال كثيف من المواطنين على هذا الشادر ومختلف نقاط البيع المختلفة سواء داخل محافظة القاهرة أو مختلف المحافظة أخيرا نؤكد على أن مؤسسة حياة كريمة هي مؤسسة مجتمع مدني لا تهدف إلى الربح وتم إشهارها في عام 2019 هذه الصورة من هنا من حي حضائق القبة الآن نعود إليكم في الستوديو تفضلوا ومن حضائق الأهرام بالجيزة وفتنا الزميلة أميرة أمر بالرسالة التالية حول إقبال الأهالي على منافذ حياة كريمة لتوفير اللحوم بأسعار مخفر من داخل محافظة الجيزة وبالتحديد من داخل حي حضائق الأهرام وبالتحديد أكثر من عند البوابة الأولى البوابة الرئيسية المنطقة بوابة التجنيد التواجد حيث مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأقل سعر وأعلى جودة كل ذلك بالتعاون مع شركة القيصر وللحديث أكثر حول مميزات المبادرة حجم الإقبال نقاط التواجد داخل محافظة الجيزة ينضم إلينا الدكتور مصطفى عبد المجيد نائب منصق عام محافظة الجيزة بمؤسسة حياة كريمة دكتور مصطفى بعد التحية نتحدث عن مبادرة هي الأولى من نوعها بنوفر لحوم يصل سعر الكيلو فيها لثلاثمائة وعشر جنيهات فقط بينما أو بفارد كبير عن سعر الأسواق ماذا عن دور المبادرة في إيقاف التجار أو جشع التجار مساء الخير طبعا براحب أحضراتكم هنا النهاردة في شادر حدائق الأهرام الحقيقة طبعا إنه مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع شركة القيصر بتطلق مبادرة توفير لحوم وخفضة الأسعار وبأعلى جودة وبزي ما حكي ده نوهتي إنه ده في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوفير أو لضبط آليات السؤول سيطرة على ارتفاع الأسعار وجشع التجار ممكن احنا لمسنا ده ختام الأسبوع الأول لتوجودنا هنا في منطية حدائق الأهرام ولمسنا بشكل كبير جدا يعني تأثيرنا على الأسعار يمكن شوفنا من كثير جدا من الجزارين هنا في منطية حدائق الأهرام بدأ من هما يخفضوا الأسعار وينزلوا أيضا بعروض تروجية وده بالنسبة لنا برضو جيد جدا بالنسبة لنا وهدافنا الأول هو المواطن طبعا في إطار توجيهات مواسسات حياة كريمة والقايدة السياسية مش بس بنوفر يعني هنا الشوادر واللحوم يعني زبح اليوم لحوم بلدي لكن أيضا منتشرين بعربات تلاجات متنقلة على مستوى كل مركز يمكن المحافظة متواجدين فيه النهاردة فيه أبو النمرس وأوسيم بعربات تلاجات متنقلة بنوفر فيها لحوم مستوردة بسعر 185 جنيه للكيلو يمكن ده سعر التنافس كبير جدا كان بإليه بأكتر من 100 جنيه عام سلاتها داخل السوق بنوفر أيضا دواجن بسعر 90 جنيه للكيلو صافي لحوم مفروم بلدي بسعر 190 جنيه للكيلو لكن طبعا على مدار الأسبوعين الماضيين اللي بدأت فيهم المبادرة غطينا يمكن كل مراكز أو مختلف مراكز محافظة تواجدنا فيه الهرم في الطلبية في فيصل أو سيم أبو النمرس الحامدية الصف العياط أطفيح مشكلة النهارة مختلف يمكن المراكز واللينا احنا عايزين نستهدف أنه كل المواطنين تحس بمجودات مؤسسات حياة كريمة وأن احنا دايما بجوارهم خاصة فيه ارتفاع أو ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية على الجانب الآخر ولي بدينا ثقة كبيرة جدا بنجاح المبادرة هو تكرار تواجد المواطنين يعني احنا النهاردة المواطنين بتواجده النهاردة في هذه الأرامحنا خلاص بالعلى وقت شك أن احنا ننتهي من كمية الحوم التي تواجدت اليوم بيجي بيجوا مرة تانية وبيتواجدوا حتى مع أقربائهم وجرانهم وده بالحقيقة طبعا بيخلينا فخورين جدا نحن بنشارك كمؤسسات حياة كريمة مع مواطنين بتوفير الحوم مخفضة الأسعار دكتور مصطفى يعني تأكيدا على كلامك المبادرة بتوفر مختلف أنواع الحوم بلدي مستورد مجمد دواجن إقبال كبير من قبل المواطنين تواجد في مختلف نقاط محافظة الجيزة ماذا عن الجودة والخضوع للرقابة البيطرية شفنا جودة اللحمة عاملة إزاي؟ شفنا إقبال المواطنين واللي توافد أو تكرر توافدهم يوم بعد يوم أو أكثر من مرة على الشادر أو على منفذ البيع المتنقل ماذا عن الجودة؟ أو في الحقيقة طبعا أنه يعني هكلم طبعا عن الاشتراطات الصحية والجودة اللي نتبعها لكن أنا دائما بشوف أنه إيه المواطن ومصر زاكي جدا جدا يعني فالحقيقة أنه ضمن الشهادة اللي احنا حصلنا عليها زي ما قالت السيادة كده أنه تكرار تواجد أو توافد المواطنين على الجانب الآخر بنتابع كل الاشتراطات الصحية بداية من عملية الزبح اشتراف طبعا بيطاري في كل المراحل كل الأختان بتكون موجودة عشان كده أحيانا بنوعاتها من المواطنين احنا نتأخر شوية في الصباح وده لكن نتيجة اللي بقي فيه مراجعات حبية وصحية لكل اللحوم اللي بتواجد في مختلف المنافذ مش بس اللحوم اللي طازة بتواجد هنا في الشادر لكن أيضا في كل التلاجات بنراعي كل الاشتراطات الصحية لأن احنا برضو في النهاية محتاجين نوصل الرسالة نحن بنقدم جودة عالية لكن بأسعار تنافسية بشكل كبير جدا إذن أعلى جودة وأقل سعر دكتور مصطفى عبد المجيد نائب منصق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة الجيزة شكرا جزيلا لك إذن استكمالا لجهود مؤسسة حياة كريمة في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كهلهم تستمر جهود مبادرة توفير اللحوم والدواجن بأعلى جودة وأقل سعر كانت هذه الصورة لدي والآن عودة لستوديوهات أكسترا نيوز وشهد منفذ حياة كريمة لتوزيع اللحوم بأسعار مخفضة والموجود في ميدان السيدة عائشة بالقاهرة إقبالا كبيرا من المواطنين للشراء اللحوم متابع هذه الرسالة مع نجاة الجبال متابعين أهلا بحضراتكم أهلا متابعي شاشة أكسترا نيوز مجددا في هذه التغطية المستمرة والمباشرة من الشارع لأكبر مبادرة لبيع اللحوم البلدية واللحوم المستوردة وكذلك اللحوم الدواجن بأقل سعر وأعلى جودة يعني دعوني أقول أن هذه المبادرة دخلت أسبوع الثاني من بعد إطلاقها في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي عندما أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالشراكة مع القيصر للإنتاج الحيواني في استجابة مباشرة للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي بضم أكبر عدد ممكن من المستحقين تحت مضلة الحماية المجتمعية المبادرة بدأت يعني كما يعلم الجميع في القاهرة الكبرى والشرقية والإسماعيلية في الأسبوع التالي فورا تم ضم محافظتي السويس وبني السويف وفي الأسبوع الحالي تم ضم أو اليوم تحديدا تم ضم الدقاهلية والبحيرة هناك خطة انتشار واضحة تطبقها مؤسسة حياة كريمة لنعرف مزيد من التفاصيل معي ضيفي المهندس أحمد سعيد عضو غرفة عمليات مؤسسة حياة كريمة أهلا بحضرتك معنا يا فندم أهلا بحضرتك يا فندم لو تحدثني يا فندم عن خطة الانتشار اللي بتطبقها مؤسسة حياة كريمة لتغطي باقي محافظات الجمهورية خلينا أقول لحضرك ان احنا زي ما قلت كده وذكرت ان احنا بدأنا من يوم 28 الشهر اللي فات لحد الوقت احنا مستمرين في مبادرة حياة كريمة للحوم المخفضة والدواجن بدأنا طبعا في عدد من المحافظات المرحلة الأولى اللي احنا شغالين فيها حتى الآن هي التمن المحافظات اللي حضركي ذكرتهم منها القاهرة والجيزة البحيرة بني سويف الشرقية السماعيلية السويس فدي المحافظات اللي احنا داخلين فيها الفترة دي هي المرحلة الأولى كذلك ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية هيكون فيه دخول لعدد من المحافظات في الفترة المقبلة بنتكلم على ان المنافس بدايتنا فيه منافس اللي هي السبتة والمنافس المتحركة المنافس السبتة وهي الشوادر وكذلك اللي احنا يعني المنافس اللي هي الكارفونات اللي هنبدأ فيه الانتشار بيها داخل كل المحافظات ما المقاييس يا فندي ملة على أساسها بتقرروا نتوسع في هذه المحافظة أو نصبر شوية عليها طيب خلينا نتكلم أن طبعا عندنا عدد من المؤشرات منها نسبة الفقر داخل المحافظات منها أننا طبعا عايزين نرفع العبء الاقتصادي الواقع على الأسر المصرية بوجه عام منها كذلك أن أسعار اللحوم المتوفرة داخل المحافظات ويعني نقولها كده بالعبارة الصريحة اللي هو جشع بعض التجار في رفع الأسعار فإحنا عندنا بعض المقاييس لتقييم الوضع داخل المحافظات وبالتالي بنحدد إحنا عايزين ننتشر أكتر ونتوسع أكتر في المحافظة الفلانية ونبدأ أن إحنا نحط خطة الانتشار بتاعتنا على مراحل متتالية أصبح هناك يا فندي محددات لوقف المتربحين لو تكلمني عن هذه الجزئية خلينا أقول لحضرك أن إحنا طبعا كمؤسسة حياة كريمة إحنا بنسهد فعلا حاجتين هو رفع لعب الاقتصادي اللي وقع على المواطن المصري بالإضافة كمان إحنا عايزين نقل الجشعة التجار في الأسواق المصرية فإحنا مستمرين في المبادرة بتاعتنا مش يعني البعض كان بيعتبر أن المبادرة بتاعتنا هي لمدة إسبوع لمدة إسبوعين إحنا هنحاول نقلل يعني إيه الأسعار ونتراجع من السوق ولكن مؤسسة حياة كريمة كل يوم بتفتح منفذ جديد سواء اللي هو المنفذ السابت أو المنفذ المتحرك مستمرين في أن إحنا موجودين في كل محافظات ومنتشرين فيها وإن شاء الله كل يوم بنتوسع أكتر وقت مهندس أحمد سعيد عضو غرفة عمليات مؤسسة حياة كريمة شكرا جزيلا لحضرتك وكما ذكرت لحضراتكم مسبقا تستمر مؤسسة حياة كريمة في التوسع ومن هذا من أمام هذا المنفذ في المنطقة العريقة السيدة عيشة أختتم هذا اللقاء ويعني سنرصد لحضراتكم الصورة ومشاهدها كلها أولا بأول على مدار الأيام القادمة إليكم زملائي في الستوديو ومن مركز أسيم بلجيزة تابع زميل تيموثي إيهاب حركة الإقبال على منافذ حياة كريمة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة تهياتي مشاهدين في كل مكان ما زالت حياة كريمة تواصل مبادرتها لتوفير وبيع اللحوم الحمراء والدواجن للمواطنين بأسعار منافسة للسوق الخارجية اليوم نحن في أوصيم في محافظة الجيزة حيث يعني تستمر المؤسسة مؤسسة حياة كريمة في مبادرتها كما قلت بواقع 185 جنيها سعر كيلو جرام اللحم الواحد من الحوم المستوردة وكما تشاهدون من خلفي المبادرة تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين لشراء لحومها بالحديث مع بعض المواطنين المتواجدين هنا قالوا إنهم جربوا هذه اللحوم من قبل وسألوا على تواجدها في هذا المركز اليوم نحن في مركز اليوم نحن في بشتيل في مركز أوصيم كذلك غطت المبادرة خلال الأيام الماضية عدة مراكز وكذلك يسأل المواطنون ويستفسرون عن أماكن تواجدها خلال الأيام المقبلة ليستطيعوا أشراء منها مرة أخرى ويخبروا أحبابهم وأقرباءهم بأماكن تواجدها ليشتروا منها لما رأوه فيها من خلال أو من سعر مناسب وسعر منافس للأسواق الخارجية يصل إلى أقل من نصف أسعار بعض الأسعار لكيلو جرام اللحم الواحد وكذلك لجودتها التي يشهد لها جميع من جربوها واشتروها من قبل المبادرة يعني تختم أو تبدأ في أسبوعها الثالث اليوم يعني نتحدث عن اليوم الخامس عشر للمبادرة التي تجوب المحافظات وتتواجد لعانة المواطنين المصريين الذين يعانون حالهم كحال مواطني العديد من الدول حول العالم من التضخم والغلاء في بعض الأسعار بالإضافة إلى بعض المغلاء التي يطبقها بعض التجار على أسعار سلع استراتيجية مثل اللحوم والدواجن ومنتجات البروتين الحيوانية التي تعد من المكونات الرئيسية للغذاء فلذلك تدخلت مبادرة حياة كريمة ومؤسسة حياة كريمة بهذه المبادرة لدعم المواطنين وتوصيل الدعم لهم سواء بطرق غير مباشرة كهذه المبادرة أو بطرق مباشرة مثل العديد من مبادرات المؤسسة كانت هذه الصورة من أوسيم بمحافظة الجيزة أعود مرة أخرى إلى الاستوديو وفي محافظة بن سويف شهدت مبادرة حياة كريمة لتوفير الحوم والدواجن بأسعار مخفضة إقبالا من المواطني نتابع المزيد مع كريم كمال تستمر مؤسسة حياة كريمة في تقديم الدعم لكافة محافظات الجمهورية بتقديم اللحوم المخفضة تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية نتحدث عن أن محافظة بن سويف إحدى هذه المحافظات التي تستفيد من هذه المبادرة عن طريق المنافذ المتحركة أو الشوادر الثبتة تقدم السيارات المتحركة من خلال مؤسسة حياة كريمة اللحوم بداية من 185 جنيها حتى 210 لحوم المستوردة هذا بالإضافة إلى 310 جنيهات للحوم البلدية نتحدث أيضا عن أن السيارات المتحركة أو الشوادر الثبتة يتم فيها بيع الدواجن بداية من 90 جنيها حتى 112 جنيها الجدير بالذكر أن متطوع ومؤسسات حياة كريمة يقوموا بتعريف المواطنين بمصادر تلك اللحوم هذا بالإضافة إلى ترتيب وقوف المواطنين من أجل شراء اللحوم نتحدث أيضا عن أن الجهود التي تقوم بها مؤسسات حياة كريمة في كافة محافظات الجمهورية تنفيذا لأزيها المبادرة هذا بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات الاجتماعية أو الخدمات الصحية نتحدث أيضا عن أن هذه المبادرة التي يستطيع من خلالها استفادة المواطنين في كافة محافظات الجمهورية كافة الاستفادة من اللحوم المخفضة بالأسعار التي تنفسية تقل عن الأسواق الخارجية أو محال الجزارة بنسبة لتقل عن خمسين أو مائة جنيا في الكيلو الواحد مقارنة بمحال الجزارة التي يتم فيها بيع اللحوم المستوردة بأسعار تتراوح ما بين ثلاثمائة وحتى ثلاثمائة وسبعين جنيا وأيضا اللحوم البلدية التي تتراوح الأسعار من أربعمائة حتى أربعمائة وخمسين جنيا هذا هو إجمال الوضع من مركز إهنسيا محافظة بنسويفة التي تستفيد من مبادرة رئيس الجمهورية للحوم المخفضة شكراً وعودة للزملاء في الاستوديو تزايد الإقبال على منافذ مؤسسة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجم بأسعار مخفضة من دقلية وفن الزميل أحمد نبيل بهذه الرسالة والتكن السورة هي خير دليل على نجاح كبير حققته وتحققه مؤسسة حياة كريمة من خلال مبادرتها في توفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة ووفاء لوعد قطعته قبل نحو إسبوعين من الآن مع بادئ هذه المبادرة في انتشارها تدريجياً حتى تصل إلى كل مواطن من مواطن الجمهورية في كل المحافظات فهذه المرة اتجهت من خلال منفذين متحركين يحويان هذه اللحوم والدواجن إلى قرية ميت العامل بمركز أجا داخل محافظة الدقالية ملاق القبول والرضاء التام للمواطنين المقبلين على هذه السيارات وعلى مدار ساعات ماضية وساعات قادمة وبكثافة حتى يتمكنون من شراء هذه اللحوم والدواجن تأتي أسعار اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تماماً عن مثيلاتها في السوق التجاري في أي مكان من أماكن محافظة الدقالية مع جودة عالية ما جعل الغلبة والكفة إلى هذه المبادرة وبالتالي يتحقق الهدف من وراء هذه المبادرة التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة في ضبط آليات السوق ومواجهة كجع التجار والإتاحة إلى كل المواطنين وبالتالي الاستطاعة في شراء هذه أو هذه السلع الأساسية من اللحوم والدواجن التي تأتي بأسعار تبدأ من 185 جنيه للمجمدة والمستوردة حتى تصل إلى 310 جنيهات البلدية وسعر الدجاجة يصل إلى 90 جنيه لما تقترب من وزن كيلو ومئة جرام شهدت قرى ومراكز محافظة البحيرة إقبالاً كبيراً على منافذ حياة كريمة لبيع اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة من البحيرة نتابع هذه الرسالة مع محمد عدل تحياتي متابعين الكرام لازمنا نتابع مع حضراتكم أصداء مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأقل سعر وبأعلى جودة لكل مواطن مصري في مختلف أنحاء وربوع الجمهورية هنا نتواجد في قرية توفيق الحكيم بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة حيث تتواجد إحدى العربات المتنقلة التي تعد إحدى المنافذ التي توفر من خلالها حياة كريمة هذه اللحوم المدعمة بأسعار تنافسية بأسعار مناسبة لكل مواطن مصري فضلاً عن ذلك بأنها بجودة عالية للمزيد من التفاصيل معنا في هذه اللحظات الأستاذ أحمد الطويل منصق الوحدة المحلية بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة بمؤسسة حياة كريمة أستاذ أحمد بعد التحية حدثنا عن تواجد العربة اليوم هنا في القرية كواحدة من ضمن عدد من النقاط التي توفر من خلالها حياة كريمة هذه اللحوم وهذه المبادرة لأهالي اليوم الحقيقة النهاردة ما شاء الله كان فيه حضور جامد جداً ووفرنا للناس كميات كبيرة من اللحوم اللحوم بتتنقل بشكل جيد جداً وطبعاً العربية مجهزة وطبعاً بإشراف من التموين ومن الصحة مش بس بنتوقف على موضوع اللحوم الموضوع اللحوم بشكل خاص لا إحنا فعلاً مؤسسة حياة كريمة قدمت حاجات كتير جداً زي مساعدات عينية كاراتين في موسم بداية الدراسة بنبتدي نقدم شنط مدرسية بمستلزماتها قدمنا مشاريع لأسر محتاجة دعم كمثلاً مشروع يقدر يكفل بأسرته أو يأكل منه عيش كاتورسيكل مثلاً يأكل علي عيش وكده يفتح بيته بدل ما يسأل الناس وكده كمان كان فيه من ضمن مشروعات حياة كريمة مشروع اللحوم اللي هو النهاردة إحنا فيه ما شاء الله ناس كتير أو استفادت والناس بتشكر جداً في الخدمة اللي إحنا وفرناها النهاردة وكان فيه إقبال كبير خالص من النهاردة الجمعة وفيه راحة للناس وكده بس الحمد لله كان فيه إقبال كبير والحمد لله خلصنا الكمية اللي معنا كلها ماذا عن الجودة؟ يعني مراراً وتقراراً حياة كريمة ومناصقة حياة كريمة يؤكدون على أن هذه اللحوم بجودة علي ماذا عن الجودة فيما يتعلق باللحوم البلدية أو حتى اللحوم المستوردة التي توفر هذه المنافق؟ لا ما شاء الله يعني إحنا نفسنا جربناها حاجة محترمة جداً جودة عالية فيه رقابة في النقل وفي متابعة المنتج ولحد ما بيوصل لحد المواطن هو في عربية تبريد زي كده وبيشرف عليه الصحة والتموين وكل حاجة إن شاء الله وبيبقى بكافة صلاحياته إن شاء الله بشكرك أستاذ أحمد على هذا اللقاء إذن متابعين الكرام هذا كان لقاؤنا مع الأستاذ أحمد الطويل منصق وحدة محلية بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة بمؤسسة حياة كريمة وفي حقيقة الأمر الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي متابعين الكرام أمام التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجه العالم أو التي يواجهها العالم أجمع بل تحرس الدولة بشكل مستمر على تقديم المبادرات المدعمة للمواطن المصري من بين هذه المبادرات مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأقل سعر وبأعلى جودة والعمل على تحسين مستوى معيشته وبكل تأكيد توفير السلع الغذائية عنصر هام من ضمن هذه الأعوامل التي تحرس الدولة عليها والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن من أجل توفير له حياة كريمة بمعناها الحرفي شكلا ومضمونا هذه هي مجملة الصورة من هنا من قرية توفيق الحكيم بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة الآن نعود بجددا إلى الزملاء بالستوديو ترجمة نانسي قنقر طلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الأمم المتحدة بإصدار قرار وقف إطلاق نار فوري في لبنان مشيرا إلى أنه تم توجيه وزارة الخارجية بتقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي تدعوه فيه لاتخاذ قرار لوقف تام وفوري لإطلاق النار مشددا على التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار 1701 والصادر عن مجلس الأمن سيما بشقه المتعلق بنشر الجيش في جنوب لبنان وتعزيز حضوره على الحدود اللبنانية الضوابط السلوكية داخل مراكز لإيواء الأمن هذه المراكز الصحة العامة والنظافة في هذه المراكز وتركيب ما يلزم من مراحيض وحمامات أيضا للإغتسال كل هذه الموضوع بحثنا يبقى الأساس ما نركز عليه دائما ونحن نناشد وننادي إليه أن وقف إطلاق النار هو ضروري ضروري فورا وعلى الجيش اللبناني أن يثبت أنه يقوم بدوره كاملا بحفظ الأمن وتعزيز دوره في جنوب لبنان لكي يقوم بما ينص عليه القرار ألف وسبعمائة واحد حذرت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفال من أن استهداف الإسرائيلي يضع قواتها في خطر شديد للغاية معلنة عن إصابة إثنين من عناصرها في انفجارين قرب نقطة مراقبة حدودية وذلك للمرة الثانية خلال يومين وأكدت اليونيفال ضرورة ضمان سلامة وأمن موظف الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مبانيها في جميع الأوقات واعتبرت أن أي هجوم متعمد على جنود حفظ السلام يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 1701 أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها استدعت سفيرة إسرائيل في باريس بعد هجوم جديد للجيش الإسرائيلي على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال علماً بأن فرنسا مشارك رئيسي فيها وقالت الخارجية الفرنسية في بيان إن هذه الهجمات تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وينبغي أن تتوقف فوراً مضيفة أنه على سلطات الإسرائيلية أن تقدم تفسيراً لهذا الهجوم ولذا تمت دعاء سفير إسرائيل في باريس إلى وزارة أوروبا والشؤون الخارجية حضر مسؤول في المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة من أن نزوح مئات الألاف من الأشخاص في لبنان كارثي مشيراً إلى أن الدعم الدولي لا يتناسب مع الاحتياجات وسط قصف إسرائيلي يومي منذ أكثر من أسبوعين وقال المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنطقة إنه مع هذه الموجة من النزوح في لبنان فإن المنظمة ترى أن الوضع كارثي في ظل الاحتياجات الضخمة والدعم الضائيل المقدم الذي لا يتناسب مع الاحتياجات تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام بلدة جباليا ومخيمها اليوم السادس على التوالي وفرض حصارها الخانق على كافة الطرق المؤدية إليهما واستقصف عنيف من الطائرات الحربية والمدفعية هذا وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الأوضاع الإنسانية في مخيم جباليا تزداد خطورة مع مرور الوقت مع منع إدخال إمدادات الغذاء والدواء والمياه للمواطنين وصعوبة دخول تواقم الإسعاف لامتشال جسامين الشهداء ونقل الجرحة وفي السادس من أكتوبر الجاري أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في جباليا بعد ساعات من بدء هجوم شرس على المناطق الشرقية والغربية لشمال الغطاع هي الأعنف منذ مايو الماضي قال فليب لازاري المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن التخلص من الوكالة يكاد يكون من أهداف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وضاف مفوض والأونروا أن الوكالة الأممية ستحصل على توضيح بشأن التمويل الأمريكي لها في بداية 2025 أعلنت الأمم والمتحدة أن حملة تطعيم الجديدة ضد شلل الأطفال في قطاع غزة والتي من المقرر أن تبدأ الاثنين المقبل ستكون أكثر تعقيدا بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن لديهم أملا في أن تمضي حملة التطعيم قدما وأن تتمكن الفرق الطبية من تطعيم ما لا يقل عن 90% من الأطفال الذي يبلغون أقل من 10 سنوات بين سكان الشمال قال رئيس الأوكراني فلودمير زلينسكي قال إنه يرغب في انتهاء الحرب مع روسيا بحلول العام المقبل وقال زلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس إنه من المهم لبلاده في الوقت نفسه أن تواصل الدول الغربية تقديم المساعدات الأوكرانية خلال عام 2025 أعلنت السلطات الأمريكية ارتفاع أعداد ضحايا الإعصار ميلتون الذي ضرب ولاية فلوريدا إلى 14 حالة وفا فضلا عن حدوث دمار هائل في المنشآت والمنازل والغي ألاف الرحلات الجوية في الولاية وذكرت السلطات أن الإعصار دمر أسقف المنشآت والمباني كما غمر الطرق في مساحات واسعة من الولاية فيما بات نحو ثلاثة ملايين شخص بدون كهرباء تسببت عصفة شمسية قوية في جعل الأوضاء الأضواء الشمالية مرئية أكثر من المعتاد مما أدى إلى ظهور الألوان المشاعة عبر شرق الولايات المتحدة وتم التقاط الأضواء الشمالية فوق سماء الليل في بورتلاند بولاية مين ويتوقع خبار أهيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا تقص حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري الشديد الحرارة على جنوب الصعيد معتد الليلا على كافة الأنحاء وفيما يلي مشاهدين بيان درجات الحرارة المتوقعة وبأخبار تقص مشاهدين الكرام نكون وصلنا لختام هذه النشرة وإلى عنوينها رئيس سيثي ونظراه الإرتري والصومالي يؤكدون ضرورة الالتزام بالقانون الدولي واحترام سيادة وحدة أراضي دول المنطقة الأمم المتحدة تحذر من نزوح مئات الألاف من الأشخاص في لبنان بسبب الهجمات الإسرائيلية وتصفه بالكارثي قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام بلدة جباليا ومخيمها بقطع غزال اليوم السادسي على التوالي ولمزيداً من الأخبار يمكنكم تحملوا تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر أمام حضرتكم على الشاشة شكراً جزيلاً لكم على طيب المتابعة كنا معكم في هذه النشرة الزميلة نسرين فؤاد وإلى اللقاء